موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج ستوديو عدن نشاط دبلماسي كبير تشهده الساحة اليمنية خلال هذه الفترة فما أن انتهت الزيارات الدبلماسية لعدد كبير من سفراء العالم حتى تصل زيارات أخرى من وفود تبحث فرص السلام إلى وفود تؤيد وتناصر مؤسسات الدولة والثوابت ويقابله تفاعل كبير من قبل الشرعية اليمنية التي ترى السلام هو الطريق الوحيد لبناء وطن يمني تسد فيه العدالة ومؤسسات الدولة الضامنة لكل الحقوق فيما تعيش الحركة الحوثية حالة تنمر مجنون ضد كل خطوة قد تؤدي إلى إيجاد حلول حقيقية للقضية اليمنية أهلا بكم مشاهدين الكرام في مستهل هذه الحلقة كما نرحب بالباحث والمفكر والسياسي الأستاذ عبدو مغلس أهلا وسهلا فيك أستاذ عبدو أهلا وسهلا بك أخي الكريم أعطيك الصحة والعافية أتمنى لك التوفيق وسعادة بحضورك إلى ستوديو قناة عدن ونحن أكثر سعادة بهذه القناة المتميزة والاسم المتميز عدن الذي لها مكانة خاصة عند كل اليمنيين سنحتفل قريبا إن شاء الله في يوم 11 سبتمبر بمرور 59 عام على تأسيس القناة هذا أمر رائع ومتميز ليعرف العالم حقيقة هذا البلد وما تقدمه من ثقافة وتطور سابق أهلا وسهلا فيك تعالى في بداية هذه الحلقة أولا أن نترحم على الضحايا الذين سقطوا بزلزال المغرب رحمة الله عليهم ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء للجرحة وأن يمن بالخير على هذا البلد الشقيق والطيب الذي كان معنا في بداية معاركنا ضد ميليشيات الحوذي ضد الانقلاب في اليمن اللهم آمين ونسأل الله أن ينقذ المغرب وكافة البلدان العربية من زلازل الأرض وزلازل التآمر نعم دكتور في مقدمة هذه الحلقة تحدثنا أن هناك فعلا تابعنا خلال الفترة الماضية نشاط كبير على المستوى الدبلماسي العالمي وزيراته الكثيرة على مدينة عدن ومدن أخرى يمنية أيضا وبالأمس كان هناك بيان الأمان العامة لمجلس التعاول لدول الخليج العربي برئاسة سلطنة عمان في هذه الدورة والتي أكدت مجموعة من النقاط المهمة التي تدعم عملية السلام في اليمن هذا النشاط الكبير كيف تقرأ تلك الخطوات المهمة والجادة للمجتمع الإقليمي كجيران والمجتمع الدولي تجاه القضية اليمنية أخي الكريم عندما تتحدث عن الأزمة اليمنية والحرب اليمنية والمأساة الإنسانية بكافة التوصيفات التي يتحدث عنها الجميع لا تستطيع أن تفصلها عن مقريات الأحداث التي تدور في هذه الأرض ابتداء من بحر الصين الجنوبي وخليق ملقة مرورا باستراليا مرورا بمنطقتنا إلى الشواطئ أوروبا وإلى الشواطئ الأمريكيتين ويعني الحرب التي تدرحها في أوروبا ما بين روسيا وأوكرانيا وهي تمثل حرب ما بين العسكر الغربي يعني والاتحاد الروسي يعني جمهورية روسيا الاتحادية اليمن قز في هذه الصورة وهذا المشهد الذي يسود العالم اليمن حباه الله سبحانه وتعالى بموقع في القغرافية السياسية متميز جدا هي مهمة لأنها يعني في قلب العالم إذا نزلت أسفل أستراليا وبعدين عندك إفريقيا على شمالك وأمامك أوروبا ويسارك آسيا وتهيمن على مضايق وممرات التي هي هيمنة مباشرة باب المندب وقناة السويس لأنه إذا تقفل باب المندب تقفلت قناة السويس ومضيق هرمز بشكل غير مباشر اليمن من الأشياء التي يجهلها كثير من النقبة السياسية اليمنية الحدود البحرية لليمن التي تعادل المساحة البرية عندك شواطئ 2400 كيلو طولا ويصل الإجمال المساحة البحرية لليمن حوالي 500.000 و500 كيلو متر مربع يعني نفس المساحة البرية تقابلها نفس المساحة المائية وهذا الذي يعطيك التفسير لكل ما يحدث ولعدم استقرار اليمن ودخولها دائما في آتون الصراعات الإقليمية والدولية نتيجة لهذا التمييز من يسيطر على هذه الجغرافية المائية واليابسة يسيطر على جزء هام وكبير جدا فيما يطلق عليه الاقتصاد الأزرق الصين كدولة صاعدة عظمى الآن نقطة الضعف الوحيدة عندها الطاقة والطاقة والتقارة هي تنتقل عبر الماء والصين بحاجة إلى بوترول وغاز هذه المنطقة واليمن تلعب دور في هذه الجغرافية السياسية وأيضا بحاجة لنقل منتجاتها من خلال هذه المنطقة هذا أمر آخر لأنها تعتبرنا من قراءتي للجغرافية السياسية والموقع اليمني أرى أنها هي وترى القوس لما يعرف بالطريق والحرير عندك موانئ متصارعة يعني من موانئ في باكستان يعني وشهبار حق إيران اللي بنته خارج الخليق العربي ومضيق أرمز وميناء الدقم في عمان وموانئك اليمنية أن تتمتلك سواحل في حدود 2200 كيلو متر طولا أيضا وقعت الصين من أجل تشغيل ميناء جيبوتي والآن تعمل على تأسيس قاعدة كبيرة هناك في جيبوتي هذا جزء من الصرع الذي ذكرته لك وبالتالي هذا الحراكة في المشهد تراه لأنه لتخفيف التوترات في المنطقة حتى يحاول العالم أن يتفرغ إلى وضع حلول للتوتر الأكبر والذي يهدد بحرب عالمية قادمة نعم الصرع في أوكرانيا نعم إضافة إلى كيف تقرأ بيان الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بعد زيارتها لعدن وافتتاحها لعدد من المشاريع ولقائها أيضا بعدد من المسؤولين بما فيهم فخامة الأخ الرئيس أخي الكريم أنا دائما منهقي في قراءة الحدث اليمني منذ انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية والاستعادة الإمامة في 2014 لدينا نحن شرعية ومشروع وتحالف ثلاثية يجب أن ننطلق ونؤسس كل ما نسعى إليه عبر هذه الثلاثية شرعية تمثل الدولة اليمنية والثورة والجمهورية ويقودها الآن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي وعندنا مشروع هو الدولة الابتحادية بأقاليمها الستة كمعالجة لإشكالية اليمن وصراعات حول السلطة والثروة وعندنا تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية التي منذ أول لحظة لعبت دورا في بداية الصراع من عام 2011 وقدمت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وأنقذت اليمن من صراع أهلي كان يهدد اليمن حينها وما زالت تقف مع الشرعية اليمنية وهذا البيان مهم جدا وأسس على الثوابت التي اتفق عليها فيما يطلق عليها على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي التي هي ثوابت معالجة المشكلة اليمنية والحرب اليمنية فيما يتعلق بالمبادرة الخليجية وآلية التنفيذية ومقرقات الحوار الوطني وقرارات مجلس الآمن عام وعلى رأسيه 22-16 بيان مجلس التعاون أتى في هذا النسق وهو استكمال للمبادرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية بتقديم من حتى المليار والمئتين مليون دولار لدعم الاقتصاد اليمني وهذا كله يصب في السؤال الذي تفضلته في بداية الحلقة الحراك الدبلوماسي هذا لمحاولة إخراج اليمن من هذه المعساة التي صنعتها الإمامة الحوثية ومشروع ولاية الفقهية نعم ألا تلاحظ أحيانا أن غياب هذه الثلاثية ثلاثية الحل يعني في كثير من الخطابات حتى أن الحوثة بشكل خاص وبعض الورقاء السياسيين دائما ما يحاولون الخروج أو الهروب من هذه الثلاثية التي دائما إن تناساها بعض الناس في الداخل أو في العمل السياسي اليمني يأتي الخارج ليذكرنا بها على اعتبار أنها ثوابة وأنها طريق هو يجب أن نسير وفقا لهذه الطرق حتى الوصول إلى الحل المناسب لليمن باعتبارها نتاج جهد كبير بذله اليمنيون والأشقاء خلال الفترة الماضية ولا بد من الالتزام به سؤالك هذا يقودنا إلى مفهوم التيف الخطاب والرؤية الذي يعيشه الناس وهذا طبيعي من سلوك المجتمع وبالذات الناس الذين لا يمتلكون رؤية وضعية أنا دائما أربط في المنهج القرآني فيما يعانيه الإنسان يعني الله سبحانه وتعالى قعل لنا السمع والبصر والفؤاد هؤلاء مسؤولين عن قرارات الإنسان فيما يتعلق فيما تفضلت به في سؤالك هو شيء طبيعي أن مليشيا الحوثية الإرهابية أن ترفض هذه الثلاثية لأن هذه الثلاثية تنسف مشروعها الذي قام على مرتكز الإمامة وولاية الفقي ومشروع طهران في المنطقة العربية يعني عندما أعلن أن عبد الملك الحوثي أصبح سيدة القزيرة العربية وإيران أصبحت سيدة البحار في المنطقة الخليق العربي هذا هو المشروع وهذا يزعقهم حينما هذه الثلاثية تتكرر لأن هذه الثلاثية التي هي الشرعية والمشروع والتحالف هي تعطينا القدرة الحقيقية للمقرق من هذه الأزمة نحن الأزمة الوحيدة في صراع العالم التي تمتلك لها حلا كاملا متفق عليه محليا وإقليميا ودوليا لو لا هذه الصراعات الإقليمية والدولية التي تريد أن يكون لها موضع قدم في القغرافية السياسية اليمنية هذا هو الحل الوحيد ولهذا من الطبيعي أن ترفضه الماليشيا الحوثية الإرهابية وهي عندما انقلبت نحن في شهر سبتمبر هي انقلبت انقلابها المشؤوم باستعادة الإمامة في شهر سبتمبر الذي هو شهر الثورة والقمهورية وأختارت يوم 21 سبتمبر يوم تنصيب الإمامة البدر وكثير من اليمنين لا يقرؤون التاريخ وقراءة التاريخ مهمة لتحليل أي رؤية تستطيع من خلالها أن تقرأ المشهد السياسي والاقتصادي والعسكري دكتور ولن قبل أن ننسى في هذا المضمار نحن بدأنا هذا الشهر الفضيل أنا أعتبره شهر فضيل على اليمنيين صحيح تكلل بهذا المنجز التاريخي العظيم وعظمة سبتمبر تقاسه بعظمة الحرية والديمقراطية والتدول السلمي للسلطة والإيمان بالآخر والتعايش والمحبة والسلام وكثير من هذه المصطلحات التي يجب أن تترسخ في الذهنية اليمنية سنفرد إن شاء الله بذل تعالى حلقات كثيرة وبرامج متعددة للحديث حول سبتمبر وعظمة هذه الثورة العظيمة التي أنجزها الأجداد واجب أن نحافظ على وهجها وأن نستعيد المناطق التي سيطرت عليها الملاشيات الحوثية والتي تحاول تغيير هويتها أو تكريس نوع معين من الأفكار الظلامية فيها دعني أركز فقط قبل أن نخرج من هذا المحور وهو ذلك التوحد في الخطاب السياسي باتجاه اليمن من قبل منظومة دول الخليج ككل وهذا البيان الذي صدر برئاسة سلطنة عمان هي الآن رئيس الدوري لهذه الدورة رئيس الدورة في هذه الفترة وهذا التنغم الكبير حول الرؤية المشتركة للحال في اليمن هذا صحيح يا أخي الكريم نحن ودول مجلس التعاون المقاورة لنا يعني قز من جغرافيا واحدة قز من معتقد واحد قز من امتداد قبلي وأسري واحد وبالذات عمان والمملكة نحن حدود مشتركة فيما بيننا وبينهم وبالتالي ما يهم اليمن يهم مجلس التعاون الخليجي وما يهم المجلس التعاون يهم اليمن بلغة بسيطة يفهمها الإنسان العادي نحن في سفينة واحدة ومصير واحد وتاريخ واحد ومستقبل واحد تخيل أنت لو استقرت اليمن مع منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأس المملكة العربية السعودية الشقيقة وامتداد سواحل هذه اليمنية واستثمرت في هذا الاقتصاد في التوجه الطموح العظيم الذي تتجه نحوه المملكة اليوم لصناعة ميلاد جديد للمملكة الشقيقة لتكون قوة رائدة وعظمى في المنطقة وعلى مستوى العالم ستحدث نحظة هائلة جدا على كافة المستوى على مستوى الأرض وعلى مستوى الاقتصاد وعلى مستوى الإنسان فبالتالي التناغم واحد والمصير واحد والألم واحد والمستقبل واحد نعم في قراءة سريعة لحالة المواقف الداعمة لليمن على مدى الخمسين السنة الماضية هناك من يريد أن ربما ينكر هذا التواصل في دعم اليمن وفي ظروف كانت سيئة مررنا بها لو لا وقوف الأشيقاء في المملكة العربية السعودية وكثير من دول الخليج في دعمهم ومساندتهم ومؤازرتهم للقضية اليمنية للإنسان اليمني للاقتصاد اليمني للتنمية في اليمن أخي الكريم نحن في المنطقة العربية النخبة السياسية العربية وقعت في فخاق المستعمر وأنا أرى المستعمر أسميه أنا من خلال قراءتي ودراستي رأس مالية التوحش هي مجموعة من البيوت الاقتصادية الكبرى المهيمة على الدول العالم هي التي صنعت الاستعمار بشتى أطيافه ومسمياته وألوانه هذه أدخلت المنطقة العربية في صراعات بينية لتبقينا بعيدين عن بعضنا البعض وتنشئ الكراهية وثقافة الحروب في دول المنطقة نعم ويعني نحن منذ يعني أصيبة الأمة العربية بهزيمة 67 وتغير الموقف ما بين المملكة ومصر كأكبر دولتين عربيتين نعم يعني اتجهت اليمن إلى الاستقرار ودعمت بشكل لا محدود من المملكة الشقيقة ومنذ تلك اللحظة يعني والدعم مستمر لبناء وتنمية اليمن واستقرار اليمن وما يحدث اليوم هو اعتماد على تلك المسلمات التاريخية يعني والرؤية المتميزة التي كانت تنظر لها المملكة لأهمية استقرار اليمن وما زلنا اليوم نحن نعيش نفس الدور وهذا الذي دفع الشرعية اليمنية بقيادة خامة الرئيس السابق عبد الرب منصور هادي طلب العوم من أشقائه في مجلس التاريخ الخليقي والمملكة ومن الجامعة العربية واليوم أيضا الدعم الذي تتلقاه الشرعية اليمنية بقيادة خامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي هو امتداد لهذه الرؤية المشتركة التي ترى أنه كما أشرت المصير واحد والمستقبل واحد نعم ألا ترى أنه كأن هناك طابورا خامسا دائما ما كان خلال تلك الفترة وإلى اليوم يحاول النخر والتشويه من تلك العلاقة التاريخية الكبيرة والمتضمنة كل هذه الدلالات والمبررات التي يمكن أن نقول أنها بعيدة كل البعد عن ما يطلقونه هم هذا الطابور الخامس يا أخي هذا طبيعي وطبيعة النفس البشرية لا تنسى أنه عندنا فئة من اليمنين واللي اسميتهم الطابور الخامس لهم انتماءات يعني ليست حتى على المستوى مصالحهم الشخصية هي لا تخدم مصلحة اليمن العليا نعم ولا تخدم مصلحة اليمن والخليق العربي إنما هي تخدم مصالح دول لا تريد الاستقرار لا لليمن ولا لمنطقة الخليق العربي وهذا الطابور هو أس المشكلة والابتلاء والبلاء وعلى رأسه ماليشيا الحوثية الإرهابية هذه التي رهنت اليمن والمنطقة لمشروع إيران التوسع في المنطقة وهذا الطابور الخامس هذا ديدا وعمله من زمان طيب دعنا نشارك معنا الأستاذ سامي المرشد وهو أيضا كاتب وباحث سعودي أستاذ سامي السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام تحياتي لك ولضيوفك الكرام مشاهدين أهلا وسهلا فيك أتمنى لك التوفيق إن شاء الله أخي الكريم نتحدث اليوم حول هذا النشاط الدولوماسي الكبير لكثير من دول العالم وزيارة كثير من السفراء إلى عدن وأيضا تكلل زيارة كبيرة قام بها وفد من الأمان العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي وإصدارها بيانا بالأمس يتحدث فيه عن أهمية إيجاد حل سياسي وسلمي في اليمن قائم على المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليات التنفيذية مخرجات مؤتمر الحوار الوطني القرارات الدولية وخاصة القرارة الـ 22-16 أهمية هذا التفاعل أهمية هذه تلك الخطوات الجادة من أجل الوصول إلى سلام في بلادنا بدعم من الأشقة نعم أخي الكريم في الواقع هذا سعد كل الدول المحبة للسلام والتي تهتم بأمن واستقرار الشعب اليمني ومستقبل واستقرار المنطقة يعني دول مجلس التعاون جميعها والمملكة العربية السعودية بالأخص تعمل مع الشرعية اليمنية منذ أعوام طويلة في الواقع لإنهاء هذه المشاكل في اليمن وهذه المأساة مثل ماذا كان ضيفك هذا الطابور الخامس الذي دائما يحاولون عدم استقرار المنطقة يحاولون جرها إلى مشاكل خلافات بين الشعوب نظريات عفا عنها الزمن يتحدثون عن مشاريع أقليمية خرافية ترعاها إيران وحتى إيران يعني فبهذا النفس الطويل الآن وصلت إلى طريق مزدود واعتقد أنها حتى وأن كابرت هي وأدرعها كما الحوثي يعلمون أن مشروعهم إلى ضياع ولن يصل إلى نتيجة فهذه الدول تستمر في الواقع كلها في مساعدة الشرعية اليمنية ببط سلطتها على جميع الأراضي اليمنية وأنا أخذ وقتا ولكن المسار يسير بالاتجاه الصحيح كيف ترى هذا البيان ربما نقول توحدت المواقف جميعها لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في إصدار هكذا بيان للأمان العامة وحدد مسار واحد ووفقا لآلية معينة واحدة متفقين عليها جميعا صحيح صحيح وهذا ضروري ومهم وتوقيته مهم خاصة في هذه الخبثاء الذين يحاولون دائما أن يقولوا أن هناك خلافات خليجية على التعامل مع الوضع اليمني وهذا طبعا ليس صحيحا يعني هذا قطع اليقين بالشك الآن موضوع بيان مجلس التعاون قطع الشك باليقين نعم عفوا الشك باليقين لأنه في الواقع وحد الكلمة ونطق بالواقع ببيان رسمي بحقيقة الأمور بغض النظر عن أصحاب المشاريع الانفصالية أو أصحاب المشاريع الحالمة هنا وهناك المسألة هي إنهاء انقلاب الحوثي وعودة الشرعية اليمنية وبعد ذلك يستطيع اليمنيون أن يتباحثوا ويتفاوضوا على مستقبل بلادهم لا أحد يعني يحاول أن يتخذ خرارات مسبقة في هذا الشأن لذلك هذا البيان مهم ويلجم كل هذه الأصوات وهذه الأقلام التي ما فتأت يعني تثير الفرقة وتدعي أن هناك خلافات يمنية يمنية كبيرة وخلافات خليجية هذا ليس صحيح المجلس الرئاسي يتحدث بصوت واحد وهو الشرعية اليمنية وكذلك مجلس التعاون لدول الخليجة العربية أيضا عندما يصدر بيانة هو يتحدث باسم جميع دول مجلس التعاون أشار البيان أيضا إلى أهمية الخلاص من ما كان يهدد البحر الأحمر وهو خزان النفط صافر وبعد أن أعلنت الأمم المتحدة أنه تم إزالة هذا الخطر بنقل ما كان يحويه الخزان إلى خزان آخر جديد كان لدول الخليج دعم في شراء وفي عملية نقل النفط من هنا وهناك بملايين الدولارات طبيعي طبيعي يعني دول مجلس التعاون تعمل مع الأشقاء في الشرعية وكل المخلصين اليمنيين على يعني إبعاد الأخطار عن اليمن وعن سواحب البحر الأحمر وكل ما يضر باليمن ودول مجلس التعاون والدول العربية بشكل عام نحن لدينا مشروع متكامل عندما أقول نحن أقصد جميع الدول العربية في الواقع التأمت في قمة الجدة ووحدت المواقف هذا الوضع الذي يعني يوجد الآن ومنذ عدة سنوات في بعض الدول العربية ومنها اليمن بوجود ميليشيات مسلحة خارج سلطة الدولة يجب أن ينتهي والقرار كان واضح في هذا الشأن وأعتقد أن حتى إيران الآن تدريجيا وانكابرت هي تستدير للاتجاه إلى هذا الاتجاه في الآخر ولن يصح إلا الصحيح يعني الحوثي كل طوال هذه الأعوام ماذا فعل اليمنين؟ لم يفعل إلا الخراب والدمار والجوع والتشريد والمؤامرات الآن الشعب اليمني يحتاج إلى تنمية يحتاج إلى استقرار يحتاج إلى التعاون يحتاج إلى نبد الفرقة كما تحاول المملكة في مشروعها التنموي الذي يخدم الجميع واليمن دولة مهمة ودولة محورية والشعب اليمني تاريخه معروف لا أحد يستطيع كسر شوكة الشعب اليمني في النهاية وأن طال الزمن نعم يعني نعرج أخيرا على هذا المحور وهو زيارة الوفد لعدد من المشاريع التي أقيمت في عدن وأيضا تبنيه أيضا لفكرة أن يكون هناك تكامل اقتصادي مشترك بين دول الخليق بشكل عام واليمن أيضا في قادم الأيام وحتى رسم خطط تنموية مشتركة لبلادنا لا شك أخي الكريم لا شك اليمن عنصر مهم وجزء مهم من هذا المشروع السعودي العربي التنموي وهذا ما يفرق يعني بين سياسة المملكة وسياسة الدول الأخرى تلاحظ أن المملكة والشرعية طول هذه الأعوام وهم يقاومون مؤامرات الحوثي ويتصدون لها بكافة الوسائل لم يتوقف البناء في الأماكن المحررة هذا يعني يدل على أولا جدية المشروع ويدل على ثقة بأن هذه المسألة لا بد أن تنتهي إلى صالح الشعب اليمني وصالح الشعوب العربية في المنطقة نعم دعني أشترك معنا أستاذ سامي كان هناك في نهاية البيان تصريح مهم للأمان العامة ولهذا الوفد أيضا وهو مسألة الشراكة في التنمية وإيجاد واقع آخر تنمية الاقتصادية على المستوى الخليج واليمن بحيث تكون منظومة تنموية مشتركة بيننا وبين دول الخليج هذا صحيح وهذا ما أشرت إليه أن المملكة العربية السعودية الآن تقود مشروع اقتصادي ضخم على مستوى المملكة والمنطقة بشكل عام وصرح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في هذا الموضوع أكثر من مرة وهو في هذا السياق وفي هذا التوقف ما يحدث اليوم في اليمن من معالجات اقتصادية ودعم مالي للحفاظ على العملة من الانهيار والعملية التنموية وما يقوم بمركز الملك سلمان بكافة المشاريع المتعددة التي تغطي كامل التراب اليمني في كافة المحافظات هو جزء من هذا التوقف لبناء منظومة اقتصادية متكاملة في المنطقة تغير وجهة المنطقة اقتصاديا وسياسيا على مستوى المنطقة والعالم نعم دكتور يعني ماذا أمامنا يعني نحن في القزيرة العربية واليمن ما الذي يتوجب علينا القيام به لمواجهة كل هذه التحديات وأيضا لمسايرة العالم العالم لا يتوقف نحن إن توقفنا يوم العالم يقفز ثلاثة أيام أو يقفز سنة يعني لن ينتظرك العالم في عملية التنموية والتحضرية وهذا الحراك الكبير جدا في العالم وهذا التنافس المحموم ماذا بقي لنا لكي نخطو خطواتنا بشكل صح بالنسبة لنا على مستوى الواقع اليمني علينا أن نقرق من إطار الطابر الخامس الذي أشرت إليه أن نحسن التوقف ونتمسك بثلاثيتنا التي نتحدث عنها الشرعية والمشروع والتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ما يحدث أيضا التسارع الذي تقود به المملكة حراكها وخطاها الاقتصادية أنا في زيارتي الأخير أنا كنت في أوروبا من فترة قصيرة وزرت كذا دولة وقعت عندما التقيت بهم في مختلف المراكز والمؤسسات أنهم لا يستطيعون متابعة سرعة الحراك المملكة في هذا التوقف الضخم فبالتالي نحن اليوم علينا أن نلحق بركب هذا التوقف أن نوحد صفنا في مكونات الشرعية أن تكون ضمن إطار محاد أن نكمل اتفاقيات الرياضة أن تقوم اللقنة العسكرية والأمنية بمختلف توقفاتها نحن علينا كيمنيين أن نسارع الخطأ لنلحق هذا الرقم ولنسابق العالم في هذا السباق الذي تحدثت عنه إذن الكرة اليوم في ملعبنا نحن كيمنيين ونحن كمكونات شرعية كيف نتحدث بصوت واحد وأنا من خلال متابعاتي لما يحدث الآن تم ضبط الإيقاع في هذا التوقف وبدأنا نتحرك وإن ببطء لكن الحراك مستمر وآخر هذا الحراك هي القرارات الجمهورية الأخيرة يعني بتشكيل المحكمة العليا تعيير القضاة واليوم كان أيضا في القسم اليوم وهذا يعطينا أمل ومؤشر إلى أن نحن نسير ونحاول اللحاق بهذا الرقم ولا خير لنا غير اللحاق أشارك معي الأستاذ سامي أستاذ سامي يعني نرى هذا العالم فعلا يتسابق لكل يبحث عن كيف ينظم حالة علاقته بالآخر وتكتلات الاقتصادية المحمومة حالة تدافع غير عادي في هذا العالم أين نحن من هذه الحالة العالمية نعم أخي الكريم ما اتفق مع الدكتور وما ذكره أنه على اليمنيين أن يستمروا في عملهم الخير نحو توحد المواقف وتوحد الأراء لأنه كما تلاحظ وكما ذكر الدكتور العالم يسير باتجاه التنمية باتجاه التطور باتجاه التكامل يعني سموه للعهد اليوم في نيو ديلهي في القمة في قمة العشرين نعم وقع على مذكر التفاهم من أمريكية هندية أوروبية يعني لممر اقتصادي من الهند إلى الشرق الأوسط إلى أوروبا يشمل ربط كهربائي يشمل ربط طاقة يشمل طاقة نظيفة يشمل سكك حديدية هذا كله سيزيد 40% أو أكثر من شراكة المنطقة في الاقتصاد العالمي وأي دولة تتخلف عن هذا المشروع هي بالحقيقة ستكون خاسرة لذلك كل ما أسرعنا بإنهاء هذه المشاكل في الجمهورية اليمنية بأسرع ما يمكن ووحدة الصف والابتعاد عن مشاريع وخرافات الحوتي وأي مشاريع أخرى قد تؤخر لحاق اليمن بهذا المشروع التنموي الإقليمي العالمي نعم يعني إذا تحدثنا عن التحديات التي كانت مثلة قبل خمس سنوات أو ست سنوات هل لازالت مثلة كبرت هذه التحديات قلت انعدمت أم هناك تحديات أخرى اختلفت عن التحديات التي كانت حاضرة قبل ست سبع أو عشر سنوات لا لا أخي أنا متفاعل أنا متفاعل بمستقبل اليمن أنا أتكلم عن مستقبل اليمن والمنطقة المملكة العربية السعودية جزء من هذه المنطقة نعم نعم المنطقة المنطقة تتجه بالاتجاه الصحيح هي لا تنتظر مشاريع الآخرين يعني المملكة والدول العربية الشقيقة بما فيها اليمن نعم تصدت تصدت لكل مشاريع إيران ومشاريع الأخوان ومشاريع الصهاينة وكل هذه المشاريع الطامعة في منطقتنا وفي ثرواتنا وافشلتها نعم إما انتهت أو أنها توقفت الآن وتتراجع لذلك هذه فرصة نحن في أفضل حال الآن يجب أن ننهي هذه السيولة في عدة الدول العربية ونتج إلى بناء الدولة الوطنية القادرة على خدمة شعبها والقادرة على المشاركة بهذه المشاريع الضخمة العملاء نعم ألا ترى أن نشاط الولايات المتحدة الأمريكية الأخير وعودتها إلى المنطقة ربما يصب أيضا في مواجهة كل ما علق أو ما حدث من أزمات ومشاكل وتحديات وربما إفساحت المجال نوعا ما خلال تلك الفترات لهذه الحركات العصبوية والحركات الإرهابية وبعض الدول المارقة والنشاط الإيراني بشكل خاص صحيح أولا أنا لا أؤمن أن دولة الولايات المتحدة تترك أي منطقة بالعالم هي لم تترك المنطقة لتعود إليها هي كانت دائما موجودة ولكن حسب تطورات الأوضاع العالمية يعني يزيد وجودها في منطقة ويقل في منطقة ولكنها لا يمكن لها أن تغادر منطقة الشرق الأوسط الصحيح أنها استمرت طويلا في إدارة أزمات المنطقة مع الأسف وكنا دائما نطالب كعرب ومشروع العربي بقيادة المملكة نجح أخيرا في إقناع جميع هذه الدول الكبرى بأن المشاريع التوسعية وتقسيم الدول وهذه تشجيع الإرهاب والمخدرات أنه لن يوصل إلى فائدة لها حد ما فيها الولايات المتحدة الأمريكية لذلك هم يعودون الآن ويتفقون معناه أنه حان الوقت لإنهاء كل هذه المشاكل وإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة وهذا لن يتأتى إلا بقرارنا نحن وأبناء المنطقة عندما نتوحد ونوحد قوانا ونبتعد عن الخلافات سيد سامي المرشد البحث في العلاقات الدولية شكرا جزيلا لك شكرا لك دكتور أنا أعتبر أن العودة اختلفت تماما من حضور الهيمنة والتوسع إلى حضور المصالح المشتركة وتنسيق المشترك والندية في هذا التنسيق حضور الولايات المتحدة الأمريكية سابق خلال كنا نقول العشرين السنة الماضي اختلف تماما خلال هذه السنوات أو السنتين الماضيتين هذا صحيح لاختلاف الوعي وتغير القيادات التي حصل الآن في منطقتنا العربية يعني قيادة المملكة العربية السعودية حقيقة للأمانة والتاريخ أنها تقود مشروع تغييري على كافة المستويات نعم الاقتصادية والفكرية والثقافية والاجتماعية وتأثيراته ستقاوز المملكة والجزيرة العربية إلى ربوع العالم العربي كله والعالم الإسلامي كافة لما تتمتأ به هذه الدولة من فرادة المركز وقدرة اقتصادية هائلة وقيادة رائدة متميزة طرحت مشروعا متميزا رائدا بكل وضوح وبكل شفافية ووظفت له كافة الإمكانيات التي تمتلكها المملكة سواء التاريخية والدينية والاقتصادية والجغرافية مما أكبر هؤلاء أن يأتوا ليتعاملوا معه بندية وفقا لمصالح برؤية جديدة إنهم شوفوا القطار بيفوتهم نعم فعليهم الآن أن يشاركوا في هذا المشروع الذي يقود المنطقة إلى تنمية واستقرار وقم هائل وهم صياد فرص فإذا لم يشاركوا اليوم سيتقاوزهم المشروع والمنطقة وهناك وهناك من يتمنى أن يكون حاضرا هذا طبيعي نعم ولهذا هذا يعطينا فرصة إن أردت أن تكون تستطيع أن تكون خلينا سريعا كذا نناقش بعض الأمور التي حدثت خلال أسابيع الماضية نعرج عليها سريعا أولا يعني ماذا بقي لليمنيين من مبرر ليكونوا حاضرين في هذا المشهد ويعلمون أن معاناة المواطن وصلت إلى حد لا يطاق في مختلف مناطق اليمن الهدنة هذه تفضح الطرفين تفضح طرف الشرعية وتفضح طرف انقلاب الميليشي الحوثية الإرهابية لأنه اليوم الميليشيات الحوثية في صنعاء يرهبون الناس لا يريدون الناس أن يتحدثوا ما هو هنا هذا أنا أنا سأأتي إلى هذه النتيجة هنا اليوم هم يعني مبرر ما يصفوه وصفهم الكاذب العدوان هم الذين مارسوا العدوان على الشعب اليمني على القوار اختفت هذه المظلة بدأوا الناس يقولوا يشتوا مستحقاتهم وحقوقهم ومرتباتهم نفس الصوت في المناطق الشرعية فالآن نحن أمام الاختيار الصعب وهذه المعركة الخطيرة والأصعب وهي شوف في نظري ستسقط الميليشيات الحوثية الإرهابية مطالبة الناس بحقوقهم وهو لهم لأن ثقافة الإمامة ليست ثقافة بناء وتنمية ثقافة قام على القهر والقباية هذا مرتكزها العقدي والديني والثقافي ومشروعها السياسي ولهذا هذا النهب الذي تم وهذا الذي حصل ويعني ما يحدث الآن في المناطق التي تحت سيطرة ولهذا الحراك الشعبي اليوم مطلوب تنميته ودعمه لهذا التوقع وتشجيع الناس ليطالبوا بما هو لهم نعم يعني من الأشياء المفارقات أن يكون هناك نشاط من أجل السلام ونرى هذه الميليشيات تحاول جاهدة الذهاب إلى الحرب والحروب واختلاق الأزمات وما إلى ذلك بعثت الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أنمها عبرت عن أسفها لاستغلال اتفاق ستوكهولم في عسكرة الحديدة عسكرة الحديدة وعودت كافة أنواع الأعمال الاستفزازية في إشارة انظمينية طبعا إلى الحوثي وهذه الميليشيات قامت باستغلال هذا الوقت وهذه الاتفاقية لتكديس السلاح والعساكر وإنزال كثير من الميليشيات إلى الحديدة وتدريبها وعسكرة المنطقة التي كان يفترض وفقا للاتفاق السابق أن تكون خالية تماما من الميليشيات ومن أي نشاط عسكري هذا طبيعي أنا لا أستغرب ممارسة هذا السلوك من هذه الميليشيا الإرحابية لأن مشروعها قائم على عسكرة المجتمع لا تستطيع أن تعيش أن تأقرأ تاريخ الإمام كله هي حروب دائمة مستمرة ما بين إمام قائم وإمام يخرج عليه نعم إذن عسكرة المجتمع هو حياتها تستطيع من خلاله تقييش الناس إرهاب الناس قمع الناس نهب الناس هي قباية وهيمنة وبالتالي السلام أكبر عدو يعني لهذه الميليشيا لا تؤمن بالسلام لا تؤمن بخيار التعايش لا تؤمن بالآخر يا أخي المشكلة ليست بيننا كيمنيين بكافة مكوناتنا أنا أرى أنه إخوتنا الهاشمين هم مكون يمني ليس كما تنطلق بعض الأصوات التي تعتمد على العنصرية لمواقهات عنصرية أخرى نحن في بلد واحد ونحن ضد الفكر السياسي الإمامي التي تتبناه هذه الأسر التي تريد أن تهيمن على اليمن فبالتالي هم يعيشوا بالحرب والسلام لا يستطيعوا العيش فيه نعم يعني تم التمديد لهذه اللقنة التي تراقب حالة الوضع العسكري في الحديدة وهذا كان أول بيان لهذه اللجنة خلال هذا الأسبوع وهو بيان شقاع الأمير العام للأمم المتحدة هانس جودنبرغ زار عدن وزار مأرب وقال أنه الشيء الذي لمسته هو مستوى نفاذ الصبر والإحباط الذي شعرت به مؤخرا في حديث مع عدد من اليمنيين خلال رحلات الأخيرة إلى عدن ومأرب وأشار أن هذا الإحباط أنه لا يوجد طرف آخر ممكن أن يكون شريكا في السلام أو يعني يقدم ما يمكن أن يكون رسالة لتحقيق السلام في قادم الأيام من فتح طرقات وغيرها قال لا زالت الطرقات مقفلة لا زالت المدن بين المدن يعني طرقاتها مليئة بالألغام أشياء كثيرة قال أمر مخيب للآمال بهذا الشكل هذه باللغة الدبلوماسية المعروفة عن ممثلية الأمينة العام للمؤمن المتعدة أنا في تصور أعتبرها إدانة لطرف الميليشية الحوثية الإرهابية شيء طبيعي نعم لكنه لا يريد أن يقول بهذا الشكل أعتبره ميسر يعني هو يعني مكانته تدفع به إلى أن يختار ألفاظ دبلوماسية معينة هي ألفاظ إدانة بأسلوب دبلوماسي وهذا أنا في تصوري أراه مع ما تطرقت إليه يعني في الحديدة أنه بداية تحول في الأمم المتحدة ومنظماتها للتعامل مع مليشية الحوثية الإرهابية نعم وأرى أن ما وراء الأكمة ما وراءها طيب آخر شيء ربما نقول في وصلنا إلى ختم هذه الحلقة وهو شيء عجيب يعني البريطانيا حذرت من وجود كيان ينتحل صفة الآلية الأممية للتفتيش تخيل هناك يعني الحوثة قاموا بعمل لجنة أو من آلية معين التواصل مع السفن وإهام هذه السفن أنهم يتبعون الأمم المتحدة وهم مفتشين ويقول لهذه السفن نحن سنفتش ويذهبون لتفتيش هذه السفن وإعطاها تصاريح للذهاب إلى الحديدة يعني بريطانيا تحذر من وجود كيان ينتحل صفة الآلية الأممية للتفتيش ويوجه السفن التجارية نحو موانئ الحديدة يعني حتى إبليس لم يفكر بهذه الطريقة وهذه يعني برضو يصب أنت يعتبر هذا المحور الثالث للتصريحات المتتابعة المنظمة لأنه بريطانيا حاملة القلم نعم في مجلس الأمن نعم بالنسبة للأزمة اليمنية نعم وهذه آلية الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش تمنع السفن من التوقف يعني دون أن يتم تفتيشها حتى لا يتم تهريب الأسلحة أو ما تستخدم في بناء الصواريخ الباليستية والمسيرات للقانب الحوثي نعم وهذه النقطة أنا لأنه يحصل خلط كبير جدا عند المتقفين اليمنين والنخبة السياسية اليمنية نعم هذا ضمن ما يسمى الفصل السابع الكثير يقولون بند سابع نعم لا يوجد في ميثاق الأمم المتحدة بند اسمه البند السابع وإنما فصل سابع واليمن ليست تحت الفصل السابع يجب أن يفهم كل من يتحدثوا في الشأن السياسي اليمن يقرؤوا نعم ميثاق المتحدة اليمن أولا ليست تحت الفصل السابع هذا النمر واحد نعم نمر اثنين من هم تحت الفصل السابع الأشخاص والقوى والمكونات والأحزاب التي تعرق للعملية السياسية في اليمن فقط نعم وهذه الآلية أنشأتها الأمم المتحدة ضمن هذا الفصل السابع لتفتيش السفن يعني لأنه في قرارات أممية حتى لا يهربون نعم فبالتالي الآن اكتملت بهذا التصريح من بريطانيا حاملة القلم في مجلس الأمن وأنا أرى أنه اليوم لا خيار أمام الحوثي إلا أن يرضى خالي السلام وفق المرتكزات الأساسية المتفق عليه إقليميا ومحليا ودوليا بمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ويعني مخرجات مؤتمر التواري وقرارات ذات الصلة لأنه لن تحكم اليمن ميليشيات نعم السودان مثالها حي نعم همامنا اليوم نعم وعلى الجميع أن يغيروا رؤيتهم ويخرجوا من مسارات المشاريع الضيقة التي أدخلت اليمن والمنطقة في هذا النفق الذي نريد جميعا الخروب منه دكتور عبدالسعيد مغلس سياسي والباحث والكاتب والمفكر شكرا جزيلا لك وشكرا لحضورك معنا في الأستاذي شكرا لك شكرا لكم مشاهد الكرام وصلنا وإياكم إلى ختامي هذه الحلقة في ختامي لكم أجمل التحايا وأطيب المنادمتم بألف خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة